موسيقى استخدام الجيوش للمدفعية كانت مقطورة أو ذاتية الحركة هي خطوة أولى للحصول على قوة مدفعية تكتيكية فعالة وبنفس الوقت تأخذ بعين الاعتبار السيطرة والتحكم بإطلاق النار ورصد الهدف إضافة إلى نوعية الدخيرة المستخدمة كل هذه العوامل تتكامل لتشكل قوة مدفعية فعالة وفي حين أن المدفعية الخفيفة من عيار 105 ملي متر لا تزال تستخدم من قبل وحدات مدفعية الهجوم الجوي وقوة الكوماندوز فأن عيار 155 ملي متر هو العيار الأكثر انتشارا وهذا هو المجال الرئيسي الذي يتم الاستثمار فيها وذلك لدى الجيوش حول العالم اليوم ولسنوات عديدة كانت المقذوفة القياسية شديدة الانفجار من طراز أموان من عيار 105 ملي متر أتش إي والتي طورتها الولايات المتحدة والتي عند إطلاقها من مدفع هاوتزر من طراز باك 56 من عيار 105 ملي متر ليوناردو حققت مدى أقصى يبلغ 10.5 كيلو متر وتميزت أنظمة المدفعية الأحدث من عيار 105 ملي متر بصبطانة أطول حيث أطلقت جيلا جديدا من الذخيرة ويطلق المدفع الخفيف الذي طورته شركة رويل أردنس والتي تعرف الآن بـ AE Systems طراز L-118 Light Gun قذيفة شديدة الانفجار من طراز L-31A4HE لمدى أقصى يبلغ 17.200 متر وتشمل الأنواع الأخرى من القذائف قذائف دخانية من طراز L-52A2 وهناك قذيفة شديدة الانفجار قيد التطوير من طراز XL-32E-1HE بيز بليتا بمدى يزيد عن 20 كيلو متر حيث تستخدم هذه القذيفة مولد الغاز لتقليل الفراغ في الجزء السفلي من الغلاف بما يقلل من الصحبة ولعمليات التدريب في الغالب يتم تغيير صبطانة المدفع الخفيف الـ 118 من عيار 105 ملي متر لصبطانة أقصر لتمكين استخدام ذخيرة الأمون القديمة والأرخص من عيار 105 ملي متر ويشار إلى هذا الإصدار من المدفع باسم الـ 119 Light Gun ويعتبر المنافس الوحيد للمدفع الخفيف الـ 118 من عيار 105 ملي متر هو مدفع نيكستر سيستم الخفيف من عيار 105 ملي متر الذي تم تطويره مؤخراً والذي على الرغم من عدم اعتماده من قبل الجيش الفرنسي إلى أنه حقق نجاحاً كبيراً في سوق التصدير مع المبيعات إلى بلجيكا وكندا وكولومبيا وأندونيسيا وسنغفورا وتايلاند ويطلق المدفع الخفيف من عيار 105 ملي متر عائلة جديدة من الذخيرة التي طورتها شركة نيكستر ميونيشن بما في ذلك قذائف مجوفة القاعدة هولو بيس أتش بي والتي تتميز بمدن أقصى يبلغ 15 كيلو متر وقذائف نفث القاعدة بي 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 بمدن أقصى يبلغ 18.5 كيلو متر مع قذائف أخرى تشتمل أيضاً على قذائف دخنية ولعل أحد أحدث الاتجاهات لجميع أنواع الذخيرة هو أن المستخدمة يطلب منها أن تكون متوافقة مع الذخيرة غير الحساسة أي أما ويصر عدد متزايد من البلدان خاصة تلك الموجودة في حلف الناتو على أن الذخيرة المستقبلية التي يتم شراؤها يجب أن تكون متوافقة مع الذخائر غير الحساسة المصممة لتحمل الصدمات والحركة في المناطق الوعرة دون أي حوادث وبالإضافة إلى قذائف المدفعية الفعلية من عيار 155 ميلي متر تشتمل العناصر الأخرى على نظام الشحن والصمامات أو الصواعق المثبتة في مقدمة القذائف وأطلقت بعض الدول برامج منافسة للحصول على حزمة ذخيرة مدفعية كاملة بينما البعض الآخر لديه برامج منافسة لكل جزء ويتم اليوم في الغالب استبدال قذائف الأكياس التقليدية من عيار 155 ميلي متر بأنظمة القذائف المعيارية MCS أو أنظمة القذائف المعيارية الثنائية BY-MCS وتعتبر هذه العنظمة أكثر كفاءة ومناسبة تمهما لأنظمة تلقيم الذخيرة الآلية ويتم تركيبها على عدد متزايد من أنظمة المدفعية ذاتية الحركة لزيادة معدلة إطلاق النار وتقليل العبء الملقى على عاتق الطاقم وينتج عدد من شركات الدفاع أنظمة الشحن المعيارية MCS بما في ذلك شركة يورو أنسي أو ونيكستر ميونيشن ونامو وميونيشن أند راين ميتل ووبينز وراين ميتل دينال ميونيشن وفي إبريل من عام 2020 أعلنت شركة راين ميتل دينال ميونيشن عن عقد دولي بقيمة 80 مليون دولار لأحدث أنظمة شحن التكتيكية المعيارية MCS من عيار 155 ميلي متر ليتم تسليمها في عام 2021 ولا تزال الأنواع الرئيسية للذخيرة من عيار 155 ميلي متر هي القذائف شديدة الانفجار والقذائف الدخانية والقذائف المضيئة ولكن تم تحقيق متطلبات زيادة النطاق عبر القذائف مجوفة القاعدة HP أو نفذ القاعدة BB أو بمساعدة صواريخ راية مع وجود عدد قليل من المقذوفات من عيار 155 ميلي متر التي تحتوي على مزيج من BB وRية وتقوم شركة نورينكو الصينية بتسويق عائلة كاملة من المقذوفات من عيار 155 ميلي متر وأنظمة شحن المرتبطة بالقذيفة WDBO3ERFBBBRAHE من عيار 155 ميلي متر والتي تدعي الشركة أن أقصى مدى لها يبلغ 51 كيلو متر عند إطلاقها من سلاح من عيار 155 ميلي متر وتمتلك شركة راينميتل دينل بي نيشن أيضا مقذوفة مشابهة تسمى قذيفة مدفعية طويلة المدى محسنة سرعة VLEP والتي تجمع بين BB وRA لتحقيق نطاقات أطول وخلال عرض توضحي في نوفمبر من عام 2019 أطلق المدفع ذاتي الحركة KMW Rheinmetall BZ-H2000 من عيار 155 كاليبر 52 قذيفة VLEP إلى مدى يصل إلى ما يقرب من 67 كيلو متر بشحنة علوية جديدة بينما أطلقت مدافع الهاوزر G6 من عيار 155 ميلي متر كاليبر 52 وغرفة سعة 25 لتر ذات شحنة معدلة M64 Zone 6 القذيفة VLEP إلى مدى أقصى يبلغ 76 كيلو متر ومن الأنواع الأخرى على الدخيرة من عيار 155 ميلي متر هي قذيفة المدى الكامل ذات التجويف الممتد ERFB وهي قذيفة أكثر انسيابية يمكن أن تكون من النوع HP أو WP أو RE وباستخدام تمويل البحث والتطوير الداخلية طورت شركة نامو ووضعت في الانتاج قذيفتها الجديدة غير الحساسة شديدة الانفجار طويلة المدى التي أطلقت عليها M269 والتي يزعم أن لها تأثير انفجار محسن لضرب الدروع والأهتاف غير المدرعة ويبلغ المدى الأقصى للذخيرة عند إطلاقها من أسلحة من عيار 155 ميلي متر 52 41 كيلو متر عند استخدام ستة أنظمة من تيرازرين ميتلتي M72 MACS وتتوفر هذه القذيفة مع وحدة بي بي أو أتش بي والتي يمكن إرفاقها في الميدان وتكملها مقذوفات مضيئة ودخانية ومقذوفات تدريبة أما الشركة الإسبانية EXPAL فتنتج الآن كمية من القذائف شديدة الانفجار Euro 2 A1HE من عيار 155 ميلي متر للجيش الإسبانية ويمكن تزويد القذيفة بوحدة HP أو BB مع تحقيق تلك المزودة BBB بمدى أقصى يبلغ 30 كيلو متر عند إطلاقها من أسلحة كاليبر 39 وأمدا يبلغ 39 كيلو متر عند إطلاقها من أسلحة من عيار 155 ميلي متر كاليبر 52 أما في تركيا تنتج MKEK مجموعة واسعة من الذخيرة بما في ذلك القذائف Mo 274 شديدة الانفجار طويلة المدى من عيار 155 ميلي متر والتي يبلغ أقصى مدى لها 39 كيلو متر عند إطلاقه من نظام مدفعية ذاتية الحركة بيرتينا من عيار 255 ميلي متر كاليبر 52 الذي يستخدمه الجيش التركية ومثل العديد من البلدان تصنع الشركة أيضا المقذفات الأمريكية الأقدم شديدة الانفجار M107 HE من عيار 155 ميلي متر وهي أرخص وأقل مدى وبالتالي فهي مثالية لأغراض تدريبة ولزيادة المدى تعمل عدد من الشركات على تطوير قذائف مدفعية نفاثة من عيار 155 ميلي متر بما في ذلك شركة نامو النرويجية وبانكس عن الكورية جنوبية ويتمثل العيب الرئيسي لجميع أنظمة المدفعية في أنه كلما زاد المدى يكون هناك تشتت في إصابة الهدف مما يتطلب دقة متزايدة وتحضيرا أكبر عند إطلاق النار ولمواجهة هجوم أرتال المركبات القتالية المدرعة EFV تم تطوير مقذوفات 155 ميلي متر تحمل دخائر مركبة وتحتوي هذه الدخائر الصغيرة على رأس حربي مضاد للدبابات من عيار صغير شديد الانفجار تم تصميمه لاختراق الأسطح العلوية الضعيفة لهذه المركبات وكان لبعض هذه الدخائر الصغيرة معدل تفجير عال وبالتالي كانت تشكل خطرا على قوات المتابعة وكذلك المدنيين ولهذا السبب لم تعد منتشرة من قبل العديد من الدول على الرغم من أنها لا تزال تصنع من قبل دول مثل صين وروسيا كما تم تطوير عدد من قذائف المدفعية من عيار 155 ميلي متر وإدخالها في الميدان لتمكين الاشتباك بنجاح مع أهداف المركبات القتالية المدرعة وتشمل هذه القذائف بونس واسمارتة وتعتبر بونس من عيار 155 ميلي متر ثمرة تطوير مشترك بين شركة نيكسترم يونيشن الفرنسية وشركة بي اي سيستمز وبالإضافة إلى نشره من قبل فرنسا وسويدا يتم نشره أيضا من قبل فنلندا والنرويج والمملكة العربية السعودية ومؤخرا الجيش الأمريكية وتحتوي بونس على ذخائر فرعية وأجهزة استشعارة وعند إطلاقها من مدافع من عيار 155 ميلي متر كاليبر 39 يبلغ أقصى مدى لها 27 كيلو متر أو 35 كيلو متر عند إطلاقها من مدافع من عيار 155 ميلي متر كاليبر 52 أما سمارت من عيار 155 ميلي متر فقد طورتها شركة جي دابل يو اس وهي شركة مشتركة بين روين ميتل وديل وتحتوي هذه القذيفة على ذخائر فرعية برأس حربي مقذوف متفجر اي اف بي لاختراق الجزء العلوي من مركبات المشاة القتالية ويستخدم الجيش الأمريكي قذيفة الرايثونيكس كاليبر M982 الموجهة بدقة من عيار 155 ميلي متر والتي تستخدم مستقبل نظام تحديد المواقع العالمية الداخلي GPS المقاوم للتشويش لتحديث نظام الملاحة بالقصور الذاتي آي ان اس هذا من شأنه أن يعطي دقة في مدى أقل من مترين وعند اطلاقها من نظام مدفعي من عيار 155 ميلي متر مثل الـ M777 الذي يستخدمه الجيش الأمريكي ومشاة البحرية يتم تحقيق مدى أقصى يصل إلى 39.3 كيلو متر باستخدام أنظمة شحن حشوة المدفعية المعيارية Zone 5 Modular Artillery Charge Systems